اصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز الموسيلي للدموع الذي اطلقه جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال قمع فعالية رفضا لمخطط التهجير والتوسع الاستيطاني بمسافر يطا جنوبي الخليل وافد منصق لجان الحماية والصمود جنوبي الخليل فؤاد لعمور بان الفعالية اقيمت بمشاركة عشرات المتضامنين واهالي مسافر يطا في منطقة الركيز المؤدية الى المسافر واطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز صوب المشاركين واعتدى عليهم بالضرب والركل وتفريقهم بالقوة يشار الى ان هذه الفعالية تقام بشكل اسبوعي بتنظيم من لجان الحماية والصمود والمؤسسات الفاعلة واهالي مسافر يطا رفضا لقرار محكمة الاحتلال الاسرائيلي اعتبار منطقة المسافر منطقة اطلاق نار وتدريب عسكري بهدف تهجير اكثر من اربع عشر قرية وتجمعا سكانيا فيها